تم إجراء مباحثات بين الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة ووفد موريطاني رفيع المستوى مؤلف من مستشارين وزاريين ورؤساء جمعيات مهنية وخبراء تم خلالها تدارس سبول تعزيز التعاون جنوب جنوب في مجال الاستشارات ومعالجة إشكالات التنمية نيتنا هي أن تنبتق عن هذا الشماع لجنة مشتركة بحيث تكون مكونة من ممتلين عن فيدراليتنا وممتلين عن ممتليات المهنية الموريطانية وكذلك ممتلين عن السلطات والسلطات الحكومية الموريطانية ويشكل تدارس سبول تعزيز التعاون جنوب جنوب بالنسبة للفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة خطا استراتيجيا في البرنامج التعاقدي مع الحكومة حيث أعرب المشاركون عن أملهم في أن يتمخض عن هذا اللقاء تعزيز ودعم هذه العلاقات لسيما فيما يخص التنمية في العالم الجنوبي إن هذه الزيارة تأتي من أجل بحث سبول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال البناء والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات ذات الصلة كما أن اللقاءات المبرمجة ضمن هذه الزيارة تسمح ببلورة تصور شامل حول التجارب والخبرات التي راكمها أشقاؤنا بالمملكة للاستفادة منها في إصلاح هذه القطاعات بموريطانيا أنا في موريطانيا بصدد تنظيم هذا القطاع واقترحنا واقترحت الحكومة إفاد بعهد من أجل التشاور مع الأشغال المقاربة والاستفادة من الخبراتهم بهذا المجال ويندرج هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الوفد الموريطاني والتي تمتد إلى غاية السادس من مارس وتشمل عددا من اللقاءات وجلسات العمل مع الفاعلين العموميين والخواص ومسؤول وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة